صدام طلع طلب مؤتمر قال للملك فهد دعنا نجعل وزراءنا يحلوا المشكلة وإذا فشلوا أجتمع لك أقوم رسائل من الملك لشيخ زايد أنا رحت معه حشار ناظر سلم حشار ناظر الخطاب وكان المقصود أنكم يا الأمراتيين تلتزمون بالإنتاج في حدود مليون وخمسمائة برميل يومية قال لك الشيخ زايد أنا لن أفتح لخطاب اللي يبغاها الملك فهد مستعد نفطي وزير النفط الكويتي كان يقول له كان الأمر بيدي لأخرجت من أوبك ليش؟ أهلا هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو معلح على قدمة أن النفط يؤثر في العالم يؤثر خاص نص في حياة السعوديين لأنه يشكل الجزء الأكبر من دخل الدولة وصادراتها وبكذا يؤثر علينا إلا أننا ما نعرف شيء يذكر عنه عن أوبك المنظمة الأبرز في سوق النفط العالمي عن شخصيات وقادة النفط في السعودية منه عبدالله الطريقي من أحمد زكي يماني كيف أدار هشام ناظر ملاف النفط في فترة غزة العراق الكويت وكيف تعامل علي النعيمي مع انهيار السوق الآسوي يقول علي النعيمي أن مؤتمر جاكرتا كان تغيرا محوريا في تاريخ أوبك وأوبك سالفة سالفة الصدقني ما أدري ما أدري كيف تدار منظمة بهذا التعقيد لمعظم دولها ما تلتزم بما تتفق عليه أصلا دولها يعني مشكلة كيف استطاعت أوبك إضافة وإقناع روسيا اللي كانت رفضة أي تعاون لسنوات طوال لحلقة مليئة وغنية ودسمة لضيف أو مع ضيف كتب كتابة الأخيرة عنها بالتعاون مع جامعة كولومبيا بعنوان قادة النفط ضيفي هو الدكتور إبراهيم المهنى اللي كان حاضر كل اجتماع لأوبك خلال الثلاث عقود الماضية وكل اجتماع عزاري أو مفاوضة دولية بين المنتجين والمستهلكين وفي العديد من المؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ ابتداءا من أولها في 1992 قبل أن نبدأ في حال شدك هذا الموضوع فقد تكون مهتم بمشاهدة وثائقي أن تجنى عن كريان الحاجري هو بدوي الربع الخالي هو الشخص اللي قاد أرامكو لطرق البترول قضى فريق فلان معه ستة أيام أخذهم إلى مولده وذكريات طفولته أو سمعوا منه قصص عن حياته المهنية وشاركهم نظرته إلى الحياة وتغيراته تجد الرابط في وصف هذه الحلقة أما الآن لنبدأ طيب أنا ودي نبدأ من نقطة ذكرتنا في المقدمة الكتاب وهي أنك تقول أنه من بداية عصر النفط الحديد 1859 حاول الكثير التحكم بالنفط لكنهم فشلوا وما نجح أحد على مرة تاريخ سوى جون روكفلر وهيئة سكة حديد تكساس ومنظمة أوبك بقيادة سعودي دعني فيش التجارب الفاشلة قبل ندخل التجارب الناجحة وش التجارب الفاشلة في التحكم بالنفط وسوق النفط هو اللي حصل من دور روكفلر بعد ما قول غير شركته أو فتتت مو قول غير شركته صار فيه محاولات ليكلاهوما وفجادة ثانية لا تنس أنك الوقت ما فيه البترول لما تكلم عن البترول تكلم عن أمريكا فقط 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 في العالم كله يعني بدأت روسيا بشكل بسيط ولكن الولايات المتحدة هي اللي كانت المنتج الرئيسي والمصدر الرئيسي والمستهلك الرئيسي ولا زالت بالمناسبة بدأت بريطانيا تبحث عن البترول في مناطق ثانية مثلا في الخليج العربي من طريقة شركات الأجل هذا ولكن صارت فيه فترة من العدم اليقين نفس الشيء ترى حدث لما تكساس رولاد كوميشن واجهت بعض المشاكل جا فيه فقط فراغ حاول المحاولات لتنظيمه ما صارت بعد ذلك طلع ما يسمى بالأخوات السبع اللي أهم سبع شركات في العالم وكانت تجتمع سرا لأنها حتى لا تتهم بالاحتكار كما تتهم راك فدر بالاحتكار وتقرر الانتاج والأسعار هاي شركات أمريكية شركات السبع اللي هي شركات أمريكية اكسان موبيل تاكساس و شيل كانوا يجتمعون وقررون الأسعار واللي حصل في أواخر الستينات شيئين الأول بدأ يطبع ما يسمى بشركات البترول المستقلة زي جتي وزي هذه صغيرة ولكنها بدأت تؤثر في السوق مستقلة من مين معلش؟ ما هي مع السبع ما هي جزء من السبع لكن ما لا علاقة؟ لا 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 ما علاقة استقلاء معين بعدين الطلب العالمي كان يزداد بشكل رهيب ولم تستطيع الأخوات السبع الاستمرار في الإدارة جاءت فترة صعبة شوي ومن حسن الحظ بدأ يبرز دور الأوبك بالرغم الأوبك من شاءاتنا قبل 1960 ولكن لم يطلع دورها إلا في 72 بدأت الأوبك بدأت الأوبك ودول منتجة زي المملكة وغيرها في التأثير على الأسواق والحديث عن أحسين الأسعار وهكذا في السعودية تأسست وزارة النفط ووزارة البترول عام 1960 ورغم أنه اكتشف النفط في السعودية وبدأت تأسست ترامكو 32 أرامكو في 1930 عقل ما أخذت الامتياز وبعدين في 38 بدأ الانتاج بعدين من سوء الحظ وبدأ التصدير بشكل بسيط جدا من سوء الحظ بدأت الحرب العالمية الثانية وعادوا للتصدير وعادوا للانتاج بكماية كبيرة بعد نهاية الحرب العالمية لماذا تأخر تأسيس وزارة النفط إلى عام 1960؟ كانت وزارة النفط أو وزارة البترول جزء من وزارة المالية لا فيه إدارة خاصة للبترول تبع وزارة المالية والمعادن وكان مدير الإدارة عبدالله الطريقي نفسه بعدين قرروا أنها تستقل وهو الواجب الكثير من الناس لا يذكرون عن الكثير من الوزارات طلعت من وزارات أخرى أنا أقول أم الوزارات عندنا كانت مثلا وزارات الداخلية وزارة الدفاع ووزارة المالية وطلع منها وزارات الثانية عندما تكبر ويحسون في أنك أهمية للموضوع نفسه تصير وزارة مستقلة فكانت جزء من وزارة المالية إدارة خاصة بالوكالة الخاصة؟ إدارة خاصة هذا وكانت في جدة بعدين نقلت الوزارات كلها بما فيها وأنشأت وزارة البترول في الرياضة وعين عبدالله الطريقي وعين عبدالله الطريقي وزيرنا كيف كانت أثر وجود وزارة على إنتاج النفط في السعودية وإدارة عبدالله؟ طبعا أنا ما قابلت إلى مرة واحدة عبدالله ولكن الذين يعرفونه وتاريخه يشهد أن رجل وطني مخلص عظيم يعني عظيم بمعنى الكلمة دخل في مع الشركات الأمريكية اللي يملك أرامكو دخل معهم في كرهونة كان من كرهونة مرة طبعا بالتنسيق مع الملك سعود الله يرحم في صراع معهم في عدة نواحي توظيف السعوديين تدريب السعوديين أرامكو انشأ طبقة توسطة في أرامكو وحصول الدولة على عوائد أكثر من إنتاج البترول ونجح بالأشياء هذه بعدين نجح في بناء كوادر كوادر وطنية ومن الطريف أنه طبعا ذلك الأيام السعودية ما فيها كوادر بشرية يعني قوية تعليم عالي وكذا وبادل ابتعاث ولا في جامعة ذهب إلى الشام وصار يبحث عن فلسطينيين لبنانيين مصريين حتى يعملوا في الوزارة عندهم وأستقطع مجبوعة كبيرة منها أنا قابلت أربعة منهم في الحقيقة أقدر أقول أنهم أكثر من متميزين وخدموا البلد خدمة كبيرة أشير الله أربعة منهم مشهور فاروق الحسيني كان من أعظم وأكبر وأهم اقتصادين البترول والبترول والأوبك في العالم على مستوى العالمي ولكن الأهم من هذا أنا أول ما دخلت يعني تعرفت عليها أول ما دخلت وزارة البترول الرجل بسيط جدا مرة ثم يسعى إلى تدريب السعوديين يسعى إلى تدريب السعوديين رحمه الله وتعليمهم أنا جاي للبترول ما أعرف عن البترول لما أكتب شيء يعاملني كأنني طالب ما يعاملني باستعلاء أو بأي شكل من الأشكال يدلني على الطريق الأفضل وهكذا يعني أنا أعتقد أني تعلمت على يدي الكثير وله أنا غيري من السعوديين في الوزارة أذكر أحمد الغزاوي الله أرحمه أحمد الغزاوي كان الدليل والدليلة على قضايا الحدود السعودية مع الدول المجاورة كان هو يعني تستفيد منه وزارة البترول تستفيد منه الدول الملكي وتستفيد منه الجهاد الثاني وزارة الدفاع أبو طارق جوان السقا لا زال الله يطول في عمره لا زال المحامي ومن أكبر المحامين يعني في هذا الشيء يعني طيب لقاءك معك كان عابر ولا تتذكر لا عابر أتذكر كانت في مناسبة في السفارة الأمريكية ودعوه بعده ما رجع للمملكة ودعوه في زي الريسبشن في السفارة الأمريكية وقابلت هناك كان كبير في السن وكان يعني فقد الهتمام طيب في عام 1968 تأسست منظمة أوبك وتقول أنه اللي أسسها عبدالله طريقي وإخوان الفونسو كان ردة فاعل على اللي كان يحصل من أمريكا وبالتحديد اللي هي شركة الستاندرد الأمريكية وش اللي حصل وش قصة تأسيس أوبك يعني بدأ و لا تنسى أنه بعده في حراك في الخمسينات من قبل دول النامية أو دول الجنوب بدأت تفكر في مصالحها وفي حقوقها الاقتصادية الجانب الاقتصادي صار مهم جدا و كان الهدف في البداية كيف نكون لنا موقف كدول في التفاوض مع الشركات البترولية الأجنبية الغربية في رقيقة ما في شيء غير الغربية كيف نتفاوض معها بصوت واحد بفكر واحد ومن هنا أنشأت المنظمة بهذا الهدف الرئيسي وبعدها تطورت من ناحية يعني تبادل المعلومات تبادل الأفكار تبادل الأفكار ولكن برغم ذلك استمرت تقييم من 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات لم يكن لها دور مؤثر في مسألتين اللي هي توازن السوق من ناحية الانتاج والعرض أو من ناحية الأسعار ما بدأت إلا في أوالي السبعينات لما بدأ الطلب العالم يرتفع بشكل كبير الدول الشركات السبع لم تستطيع مواجهات هذه زيادة في الطلب ومع بروز زي ما ذكرت بروز الشركات البترولية المستقلة الصغيرة طيب هل كانت فيه أي خطة للأمريكان أو للدول الغربية بإنشاء منظمة أو تحالف مثل الأوبك طبعا لما نجحت الأوبك نجحت الأوبك وبعد جاءت حرب 73 رتبعت الأسعار بشكل كبير من دولارين وكذا إلى 17 دولار 18 دولار كان فيه هزة في الدول الغربية أضف إلى ذلك المقاطعة العربية بعد حرب 73 ووقوف الدول العربية وبالذات المملكة مع مصر وسوريا وخفضوا الإنتاج حتى يضغطوا على الدول الغربية بضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في ذلك الفترة جاءت الفكرة عند كيسينجر بأنشاء منظمة ضد الأوبك اللي وقرة الطاقة الدولية وقرة الطاقة الدولية الأنشأت في باريس في 1974 كنوع من ردة الفعل على الأوبك ومن أجل تنسيق التعاون ما بين الدول المستهلكة الرئيسية الولايات المتحدة الدول الأوروبية اليوضان الدرجة الأولى وما أعتقد أنهم نجحوا بشكل كبير إلا في جانب المعلومات لأنهم لا يسيطرون على البترول ولكن تغيرت هذا وصار في تعاون بين الأوبك يعني فترات تعاون بين الأوبك وقرة الطاقة الدولية بس وقرة الطاقة الدولية ما لها يعني واضح نجاح أوبك في تنظيم الأسعار الوكالة ما كان لها أي دور هل قدرت في أي وقت من الأوقات أنها تساهم في الضغط على أوبك أو لا هو داعي الضغط على أوبك حاصل من الدول أحد الثانية أنشأوا ما يسمون بالمخزون أو الخزن الاستراتيجي البترول وهذا مهم هذه الوكالة الوكالة الهدف الهدف الرئيسي من أنشاء المخزون هو تعاون هذه الدول لو حصل نقص من دول الأوبك أنهم على استعداد أنهم ينتجون زيادة يعوضون النقص من الأوبك وهذا يضغط على على السوق في التوازن ولكن أحيانا استخدم أكثر مرة آخرتها من سنة أو سنتين من أجل التأثير على الأسعار عبدالله طريق يجرس سنتين وزير البترول جاء بعدها أحمد زكياماني إيش اختلف أحمد عن عبدالله في دارته للوزارة أي وزير أي وزير هو أمتداد للحكومة ورأس الدولة ولا يعمل شيء إلا بالتنسيق وموافقة رأس الدولة سواء داخليا أو خارجيا في البداية أحمد زكياماني يركز على الجانب الداخلي ما تقصد؟ الداخلي مثلا أعطيك إنشاء بيترومين بيترومين كان الهدف منها طبعا فيه البعض يقول أنها كفكرة كانت موجودة أيام عبدالله الطريقي بس بغض النظر الفكرة دائما الأفكار تبدأ صغيرة ثم تكبر تكبر لكن المهم إنشاءها وإنشأت من طريق في وقت أحمد زكياماني وهذا شيء مهم جدا الثاني إنشاء من رغم الفكرة كانت موجودة كلية البترول والمعادن اللي هي الآن جامعة الملك فهد للبترول والثر المعدنية وهذه جدا مهمة من رغم كان فيه معارضة من أمريكان ومن أرام إنشاء الكلية الكلية لأنه كانوا يعتقدون حسب ما يقولون أنه ما هناك حاجة لها وننتجد الناس اللي يدرسون بها وبالرغم ذلك كافحوا المؤسسين الجدد لها جابوا كوادر ممتازة من أمريكا حتى تدرس وأصبحت في الوقت الحاضر من أهم الجامعات بس وش كان هدف من تأسيس الكلية وش كان يرغب سكياماني زي ما قلت لك عبد الله الطيقي في نقاشه وفي محاوراته وفي صراحه مع أرامكو القديمة أرامكو التي تابع على الشركات الأمريكية الأربع أخوات الأربع كان يركز على مسألتها هي تدريب تدريب السعوديين وتوظيفهم كوادر سعودية حتى الدين العملية النفطية سواء مهندسين أو غير مهندسين أن ترى الرعيل الأول مثل العلم العيمي وغيرها يعني الرعيل الأول في أرامكو وبتعثوا في الخمسينات بضغط من الحكومة بضغط من الحكومة وهم من أرامكو ولذلك كانت الحكومة مصرة على السعودية في يوم أيام تولون قطاع الطاقة وقطاع البترون وهذا ما حصل تدريجيا بس أنه ما حصل يعني بين الإيئة ووضحها لا كان هدف الكلية هو تأهيل كوادر سعودية تدخل فيها بالضبط وبترومين ووسك الهدف من تأسيسها بترومين كان الهدف منها إنشاء شركة موازية لأرامكو بترومين لا تستطيع إدارة البترون ولكن تستطيع أنها تبدأ في شيء ما تبدأ في طبعا أصبعات مسؤولة على المصافي المحلية مع رأس النورة مسؤولة على المصافي المحلي عن التوزيع محليا توزيع المنتجات والمنتجات البترولية كلها مسؤولية إضافة إلى قطاع التعديل وعندها شركات شركة خدمات بترولية وشركة مساحة ومنشئات شركات ولكن في بعض مع مضي الوقت تراحل في نوع منها من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا لاستثمار المزيد في وصف الحلقة وتقول أنه عانى زكي يماني أحمد في البداية من الفراغ اللي تركه سلفه عبدالطريقي ماذا تقصد صار فيه حوار ما بين الدول المنتجة والشركات العالمية من أجل من أجل التحكم في الانتاج والتحكم في الأسعار في ذلك الوقت لازم تلاحظ أن الأسعار تحددها قبل الشركات السبع بعدين صارت الأوبات ليست في السوق مفتوح زي ما حصل ما يحصل الآن لا كانت كان سعر ثابت كانت توقف مثلا السعر 17 13 15 يسعددونه وهذا هو ويحطون سعر مرجعي اللي هو أحيانا الزيت العربي الخفيف والشيسمه الزيوت الثانية تختلف في سعرها أما أعلى والشيسمه الأعلى والأقل حسب نوع حالتين هل هي خفيفة أم ثقيلة هل فيها كبريت كبير أو كبريت قليل ولكنها كلها مرتبطة بالسعر موحد كان هذا إلى الثمانينات هذا بدأ في بداية الثمانينات حصلت عدة أشياء نقيقة أولا بدأت تطلع السوق المستقبلي للبترول والسوق للبترول اللي موجود في نيويورك وبعد ذلك في لندن بدأت تتحكم الأسعار اللي عن طريق المباربين والمستثمرين والشركات وغير ذلك زين اللي هنا في سوق مستقبلية يباع ويشتر فيها طبعا براميل على الورق ما هي يعني تشريها فيها نظام معين يطول شرح هذا شيء الثاني بدأ لأول مرة يعني نجحت الدول الغربية في سياساتها من ناحية تخفض الاستهلاك وبدأ استهلاك البتروني الخفض هاولت الأوبك أن تحافظ على السعر وفي نفس الوقت تحافظ على الإنتاج لم تستطيع كان التركيز على السعر خفض البدات المملكة التي تحملت العب الأكبر لأننا لعبنا وهذا أكبر الأخطاء لعبنا دور المنتج المرجح المنتج المرجح نحن نشوف الطلب وما نزيد ولا نخفض في وقت كان الطلب قليل كان لابد أن نخفض وأن خفض إنتاج المملكة في بداية الثمانينات من أكثر من عشر مليون برميل إلى مليونين ونص في المنتصف الثمانينات طبعا بأجي على التسعيرات وبأجي على أوبك برضو سودي شوي مع شخصية أتذكر في الاقتباع سيما الحين عن أحمد كيماني كنت تقول إحدى مكونات شخصيته هو تردده في استشارة من حوله خصوص مواضيع الهم نقلا عن أحد المحللين كان يعتقد أنه أكبر من الأرقام ومن الحقائق ماذا خلق تقول كيف هو في الحقيقة صار يعني صار يشوف نفسه بشكل كبير لأنه برز صار من أهم الشخصيات العالمية وكان حتى يتحدث عن قضايا السياسية عن ديابة عن مملكة و يقول أحد الصحافية مثلا يقول في أواخر الستينات الميلادية عمل يماني مؤتمر صحافي لم يحضره إلا اثنين وثلاث أشخاص صحافي وأحدهم لم يسئلوها البتروس سألوا واحدا عن الجو وشلون الجو في المملكة وشلون في منتصف الثمانينات أو في أول الثمانينات أحمد زكي يماني لما يروح لأي مؤتمر أو أي ندوة يعني تضج القاعة صار شخصية عالمية مهمة صورة نشرت في الصفحة الأولى في غلاف مجلة نيوز ويك نتاين مغازين كله صار شخصية مهمة والإنسان بطبعه طبعا دائما ينجر وينجذب لحوله من الأشياء بحدنا لا يحس على أن يعني يعني ما يرجع للتواضع المطلوب منه كأنسان إضافة إلى ذلك كان يعتمد وهذا هو الخطأ يعتمد على مصادر الدرجة الأولى المصادر الأجنب مستشاري نجانب في عمليات اتخاذ الأقرار لا شك يعني أن الوزارة كان فيها فريق اقتصادي متميز بقيادة اقتصادي بقيادة فاروق الحسين الله رحمه ولكن أحيانا لا يستشير على سبيل المثال حسب ما عرفت لما قرر أن يتبع نظام السعر المرجعي السعر المرجع للبترول قرره بناء على الاستشارات خارجية ليست داخل وزار وش اللي تغير من أنه ما كان يحضر مؤتمر هل ثلاث أشخاص يصلون على الجو إلى أن أصبح في المملكة والأوبك بشكل عام صارت قمة الاهتمام العالمي قمة الاهتمام العالمي صارت طبعا في أحداث سياسية إضافة إلى حرب سبع ستين إضافة إلى زيد الطرب الذكرته وإضافة إلى ارتفاع الأسعار جاءت الثورة الإيرانية الثورة الإيرانية أدت إلى توقف الانتاج من البترول الإيران وارتفاع الأسعار مرة ثانية بدأت الحرب العراقية الإيرانية وسمى حرب السفن حرب الناقلات البترولية كل هذه الأحداث متجمعة جعلت البترول في مصف الاهتمام العالمي أضف إلى ذلك كانت السياسة الأمريكية تدخل في سعر وفي إنتاج الصادرات وصار في شح في أمريكا بسبب سياستهم وليس بسبب الأوبكوة الدرجة الأولى صار المصاف محطات البنزيم حتى تشتري بنزيم تقف سرة يمكن نصف ساعة كذا سأول البترول صار مهم جدا يعني وفي ذلك الوقت بعد إنتاج الطاقة الكهرباء من البترول زيوت التدفئة ارتفعت وصار فيه نوع من الشح في بعض الدول الغربي بذات المتحدة لأن سوق الولايات المتحدة ليس سوق حر بس سوق تتحكم فيه الحكومة نفسها من ناحية التصدير والاستيراد طيب في عام 73 بدأت خطة السعودية أو بدأت فعليا فيه شراء حصص في أرانكو 25% بـ 35% إلى 76% أن أشترتها بالكامل وأصبحت ملوكة للدولة هل كانت توصية من وزير البترول للملك أو كان قرار من الملك أعتقد من قرار الملك أعتقد ليس بس أعتقد من قرار الملك لا تنس الملك فهد يعني منظم جدا ولا يتخذ قرار فرديا بل يتشاور بعض الوزراء لحوله مثل وزير المالية وزير خارجية وغيرهم كانت الدول الأخرى مثل العراق وغيرها اتجهوا إلى طريقة التأميم يعني قيام الحكومة بالاستلاع على شركة البترول المملكة لا تريد ذلك لأنها لا تبقى تدخل في صراع مع الولايات المتحدة من ناحية ومن ناحية الثانية حتى قضية التأميم ما هي قضية عملية المفروض أنها تصير شراءة بالتدريج وبالتفاهم والموافقة من جميع الأطراف وهذا اللي حصل بعد ما شرعت المملكة أتمت الشراء في 1970 ما تم نقلية الملكية انتظروا لأسباب مختلفة إلى 1980 1980 انتقلت ملكية كامل للمملكة كانت قبل ذلك وسجلت في شركة أبريكية في دولاوير ووقعت وزارة البترول اتفاقي مع شركات الأربع أنها تدير تستمر في الإدارة بمبلغ معين ما هو يعني الآن ما زي أول بكمية بالإنتاج وغير بمبلغ معين الإدارة بشكل مستمر وبما في ذلك تسويق البترول وبيع البترول طبعا حصة المملكة جزء من حصة المملكة كانت تتولى بيعها بتروميا ما هو بالأرام النقلة المهمة جدا 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 في 1988 ما حصل أصبحت أرامكو شركة السعودية أولا كانت ملكية فقط لا سجلت في المملكة كشركة السعودية تغير اسمها إلى أرامكو السعودية بدأت تسويق بترولها بنفسها ما تعتمد دوليا أنا أقصد دول لا تعتمد على آخرين بدأت تدخل في عمليات تصفية البترول مصافي بترول وتوزيع المنتجات في الدول المستهلكة الرئيسية أول مشروع بدأوا ما تكسق في أمريكا بـ 88 بعدين في كوريا بعدين في لبين بعدين في الصين وهكذا واليونان يعني صارت شركة متكاملة وكان هذا الهدف لأنك تجعلها بس تنتج البترول ولا تكرره هذا كان خطايا طيب من اكتشاف البترول في 38 إلى 77 كيف كان وضع أرامكو ما قبل أن تصبح شركة وطنية لا أصلا ما كان في أرامك كانت لا شركة أرامكو لا قبل أرامكو شركة في كاليفورليا أخذت الامتياز قال عندها امتياز في البحرين وخبير جولوجي في البحرين شاف جبال المنطقة الشرقية قال مشابه للبحرين لأن عنده بترول مشابه للبحرين ولذلك كان يقول أن هناك احتمال أن يكون فيها بترول بدأت المحالثات طبعا الملك عبد العزيز من قبل أعطى امتياز لشركة بريطانية وموعد لشبه أشخاص تانين ولكن لم يمجحوا ولم يستمروا وكان يبحث بعض عن المياه وعن الثروات المعدنية المختلفة يعني واحدة من أقوائل المشاريع التي وقع عليها الملك عبد العزيز واللي هو مشروع استكشاف الذهب قبل البترول بدأت الحفر بدأت الحفر إليما بدأ الانتاج أو اكتشفوا البترول في بئر رقم سبعة اللي سمه الملك عبد الله اللي يرحمه بئر الخير وبدأ بدأت تتوسع وتحولت من شركة واحدة إلى أربع شركات تملكها بدأت ما هم شركة واحدة والسبب الرئيسي أنهم اكتشفوا أو بدأوا يعرفون أن الموجود في المملكة من البترول كميات هائلة طلب مشاريع كبيرة ولا تستطيع شركة واحدة أنها تسويها لابد من تعاون جميع من هذا قد يكون هناك دور للحكومة الأمريكية يعني لا تنسى أن الحكومة الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية تحاول بكل الطرق أنها تدخل في الشرق الأوسط وتدخل في جانب البترول واستكشاف البترول وأنتاج البترول وتسويق البترول كانت الحكومة الأمريكية تدفع شركاتها مناجر هذا وتساعدهم وتتفاوض مع الدول مثل المملكة وغيرها وكيف كان توزيع العوائد في هذه الفترة والله الأرقام ما أحفظها يعني أرقام توزيع العوائد بس كانت مجحبة في حق المملكة في البداية يعني بعدين الضلط ريقي هو الذي عمل كل ما يستطيع والأوبك بعدين عملت أنها تكون عوائد ممكنة وبالرغم ذلك في الستينات استطاعت الشركات الخوادر السبع خفض خفض أسعار البترول وتضررت المملكة بشكل بير يعني تضررت المملكة في واخر الخمسينات والسبعينات يعني من ناحية مثلا الريال السعودي انخفض سعر يعني أصبح تقريبا الدولار سبعة ريال وواجهت المملكة عجز عجز مالي بسبب تخفيض الأسعار وتخفيض الانتاج لأنها هي التي تقرر الشركات الأمريكية هي التي تقرر كم تنتج من إيران كم تنتج من الكويت كم تنتج من وتقرر بعد السعر السعر والدولة ما لها أي قول لا قليل كان زي ما قلت لك أن الضغط كان في الدرجة الأولى طبعا حصول على عادات أكثر والثاني توظيف السعوديين مجالات العمل السعوديين مساعدة مساعدة مثل بعض المشاريع في المنطقة الشرقية يعني ضغطت عليها الحكومة بشكل كبير بحيث أنها مثلا مدارس مستوصفات أشياء من القبيل يعني تدخل في هذه الأشياء وبعدين هتا المريكان يعني كان عليهم ضغط هتا من العمال ومنظفين أرامكو السعوديين وغير السعوديين بدأوا برضو يعني يساعدوا رجال الأعمال السعوديين كل هذه الأشياء يعني بدون ذكر أسماء في كثير من الرجال الأعمال السعوديين نجحوا بسبب أن أرامكو ساعدتهم طيب ليش استغرقت أعمليات التوطين أربعين سنة شوف المملكة حق القارب وأنا عشت يعني كانت بلد بسيطة جدا 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 التوطين تبغى دراسة تبغى علم تبغى تجارب تبغى كانوا سعوديين يذهبون لأرامكو يعني كعمال عمال بسيطين ويعني يعتبرون أنفسهم مفائزين بشكل الجائزة الكبرى يعني أنا أذكر في قران في سدير مثلا سبيل المثال في الأواخر الخمسينات وبدأت الستينات جاءنا مشكلتين مشكلة لا مشكلة رئيسية مشكلة الرئيسية كان فيه شح في المطر وقلت في الزراعة وصار فيه هجرة حوالي أقدر 30% من السكان القرى هاجروا وراحوا جزء منهم كبير راح جزء كبير منهم طبعا الرياض تجذب الناس راحوا للشرقية نشتغلون في أرامكو وهذا شيء بالنسبة لهم لما تنظر الجيل الأول كلهم جايين من قرآنهم بعضهم من حظهم أنهم تعلموا وتدربوا وبعضهم لا مجرد عمالة أذكر يوم لا يهم كنت في أرامكو واحد سعودي يشتغل في الفندق فندق راحوا وتابع الأرامكو وكانت تسول فنويات تكلم عنه وياه قال أنا كنت زميل للنعيم وياه دخلنا مع بعض طيبة أنت هالحين يشتغل بشيء بسيط وقال النعيم يصار وزير مو بس رئيس الشركة قال ما كنت أدري أن التعليم يوصل كذا يعني ترى ما عند الناس يعني ما عند الناس أنا عشت في أنا ولا يعني نسبيا يعني لست كبير يعني كبير يعتبد على كل شيء المهم أن أنا أتذكر أغلب يعني من تقريبا من جيلي اللي درسنا في الفداية والمتوسط ما وصلوا للجامعة ما وصلوا للجامعة يدعبون معهد التعليم التدائي ثم بعدين الثانوي يصير مدرس أو يصير شيء من القبيل أو مساح أو كذا لأنه يبغى دخل له لأسرته من ناحية ومن ناحية الثانية التعليم يعني بعيد ولذلك زي ما ذكرت أن إنشاء جامعة الملك فهد نقلة مهمة جدا في وجود كوادر سعودية لعملية الأحلام إضافة إلى ذلك الضغط على رانكو سوت له برنامج متكامل برنامج برنامج ابتعاث السعوديين في المهندسة البترولية في الجيولوجيا في أشياء الفاينانس في الإدارة وبرنامج داخلي للفنيين بس هذه ما تقدر تطبيل ليلة ورحاها زي ما يقول من ناحية ومن ناحية في بلد يعني ما عندنا كوادر ما عندنا متعلمين ولا عندنا بعد عدد السكان قليل وكان الناس يعني زي ما نقول إحنا من يدي لا ما عندهم دخل كويس يعني أنا لما عشت وأنا صغير ما ما كدنا عندنا يعني ما عندنا كهرباء ولا ذلاجة ولا شيء يعني أكبر تغير وأكبر وأكبر تغير حصل لنا لما يمكن ما تعرفها اللي هلسولة المطبخ الذي يستخدم على يستخدم المزول أنا عايش هي أنتقلنا من استخدام الحطب والجلة ما تعرف الجلة طبعا اللي هو مخلفات الجمال للطبخ إلى التولة بعدين الدافور بعدين جاء الغاز تطور رهيب حصل لنا في السبع في الستينات أو في أواخر الخمسينات والستينات بشكل تدريجي بشكل تدريجي الأمراض من التشرف بشكل كبير المجهولات الدولة لا تصدقها في المجهولات التعليم والمدارس البسيطة البسيطة جدا ما عندنا مدرسين حتى نتدرس وما يتدرسون نعتبر على المصريين بعد ذلك على السوريين وغيرهم لما صارت مشكلة سياسية بين المملكة ومصر والسحاب والأساني المصريين صار فيه فراغ أنظر منه الكثيرين أنا واحد منهم يعني مثلا ما عندنا مدرس رياضيات وما عندنا مدرس لغة انجليزية في المتوسط ما عندنا مدرس لغة عربية يعني الأشياء هذه زي ما قلت تدريجية 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 يعني أنتم الآن هو الناس يشوفون الأشياء هذه يعتبرونها يعني موجودة من أول أنها مسلمة أنها مسلمة ما كانت موجود مقريبا يعني حياة بسيطة صعبة الكهرباء لم يصل لقريتي إلا في سنة سبعة وستين بلادي وكان فقط في الليل ولو بلا منتصى في الليل يعني ما تقوم تسوي ثلاجة لما صار يشتغل 24 ساعة وصار في الثلاجات بدأت نقلة كبيرة الثانية وهذا الثرب حصل بمناسبة في أول السبعينات ما حصل فيه طيب إذا منرجع لرامكو وش اللي حصل عليها تغيير بعد أن أصبحت شركة سعودية بعد توطينها بعد شركة سعودية طبعا زي ما قلت لك توسعت توسع نشاطها محليا وخارجيا هذه المرحلة 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 الثانية وصار تتحكم بسعرها وبينتاجها طبعا الانتاج يتحكم فيه تحكم فيه الوزارة وزارة البترول هي المسؤولة عن وزارة الطاقة هي المسؤولة عن سياسة البترولية السعودية الخارجية الدرجة وزارة وبتعاون مع الأوبيك الآن والأوبيك بلس كل هذه تعاون مع المرحلة هي المسؤولة عننا من أجل خلق توازن في السوق بين عرض وقر تمانية تكتب نشرات بريدية متنوعة دكية وممتعة تخليك على الطلاع بالتخصص اللي يهمك والمواضيع اللي تشدك وتساعدك تكتشف اهتمامات جديدة تعرف على نشراتنا عن الحياة اليومية والأفلام والكتب حتى كواليس ثمانية اشترك في اللي ناسبك منها وتوصلك على بريدك مباشرة نترك لك رابط الاشتراك في الوصف ومتى عين أول رئيس سعودي بالشرقة علي نعيمي أول رئيس أول رئيس ومدير تنفيذي في ثمانية ثمانية كان أول رئيس في ثمانية بس مه الكبير الإداريين في ثمانية صار هو كبير الإداريين التنفيذين و حضر النفط اللي حصل في ثلاثة سبعين هل أثر على عملية شراء حصص الحكومة من الشركات لا لا أعتقد لا أثر عليها بس أنه الحضر هذا ساهم في رفع أسعار البترون وتوفر السيون للدولة يعني حصل لنا في السبعينات طفرة وأولى ثمانينات إلى الف وتسعمية و خمس وثمانية طفرة غير مسبوقة سواء في دخل الأفراد في تنظيم الدولة في التدريب والتعليم يعني أنا واحد من نتاج ذلك بتعطي للخارج في الدراسة وغير العشرات الآلاف التي بتعطي للدراسة في الخارج بمختلف التخصصات بناء المساكن صندوق التنمية العقري كلها هذه ساهم فيها ارتفاع دخل المملكة من حيث ارتفاع الأسعار ومن حيث زيادة الانتاج طيب تقول أنه بعد التأميم فشلت الكثير من دول لا نقول تأميم لا لا يعني أنت تتكلم على بعض اللي حصل بعض الدول سعودية ما كان عند التأميم لكن فأنت تقول فشلت الكثير من دول أوبك من التكامل مع الصناعة النفطية العالمية وإنشاء أقسام تسويق تبني علاقة احترافية مع المستهلكين وش الدول اللي كانت فاشلة من وجهة النظر طبعا اللي كانت فاشلة مثلا عراق عراق فشلت إيران فشلت بالذات بعد الثورة الفنزويلا فشلت ليبيا فشلت وغيرها أعرف لي الفشل الفشل مثلا ما تسوق بترولها ما عندها مصافي من خارج تملكها ما تقدر تزيد انتاجها وطاقة الانتاجية طاقة الانتاجية مهمة جدا يعني مثلا نخذ العراق العراق طبعا مر بظروفه مختلفة ولكن العراق عنده مخزون بترولي هائل يعني يقدروا انتاجهم إلى ثمانية مليون فنزويلا احتياطياتها البترولية حسب تعريف بترول اللي يضم بترول ثقيل حقه أكثر مملكة ولكن انتاجهم مرحب أنا ما أتصور ان مليون أو يعني عشرة في المية من نتاج المملكة طبعا فيه ظروف أخرى مرت فيها بس الحكومة السعودية نجحت ليس فقط بالتملك التدريجي ولكن ولكن أعطاء الشركة البترول الوطنية اللي هو أرامكم استقلالية إدارية استقلالية إدارية يعني في دول مثلا أخرى ميزانية الشركة تأتي من وزارة المالية توظيف الناس يخضع لديوان توظيف ونخذ الوزارية زين فيه الجهة الرقابية عليها من الجهات الرقابية الأخرى إحنا لا أساس أنها مستقلة بالكامل عندما تدخل البترول تدخل البترول تستقطع تستقطع ما يحتاج من مشاريع وتشرف على أنفاقها بما ترى طبعا فيه مجلس إدارة وهي رأسهم وزير سعودي ما هم ماذا يعني كذا ولكن ما هم مربوط بوزارة المالية ديوان التوظيف المراقبة العامة بحيث أنها يكون عندها حرية كبيرة حرية واسعة وتعمل باستقلالية كبيرة وهذا ساعد في نجاح أرهم بشكل كبير بينما في دول أخرى لما تنقص دخل الدولة نقصه من دخل الشركة ودخل الشركة يضعف الشركة سواء في كوادرها أو في انتاجها أو في مصافيها أو غير ذلك طب لما تقول تسويق كيف تقصد في التسويق كيف كيف شركة تسويق النفط لما أصبعت سعودية في 88 أول شيء أنشعوا مكاتب للتسويق تسويق الدرون في نيويورك أو في أمستردام في لندن في سنغافورة هذه المكاتب تتصل بالعملاء العملاء المحتملين شركات البترول على تواصل معهم باستمرار بعد ذلك شركة أرامكو نفسها تحدد السعر تحدد السعر حسب السوق العالمي ولكن تخضر شهر لشهر ثاني حسب تعاملها مع العملاء ثالثا الحكومة مثلا في وزارة الطاقة تعاون مع الدول الثانية من أجل زيادة استراد البترول من البترول السعودي يعني إحنا قافحنا في آسيا أنا أتذكرها في أول زيارة قضلناها إلى آسيا بعدما أصبحت بعدما أصبحت سعودية مئة في مئة كانت من طبن الأهداف الأمير عبد العزيز عمل مع هشام ناظر من أجل التوسع في السوق الأسوية السوق الأسوية في الطريق للنمو بداية النمو زر نال فلبين كوريا في يناير في يناير فبراير 1990 وال فلبين واليابان وبعدها بسنتين بعدما أنت تنته الحرب ومشاكلها زرنا الصين الطلب على في الحقيقة الطلب على آسيا غير المعادلة البترولية العالمية لأن آسيا كانت تستهلك كمية قريب في العالم أحد يستهلك في الحقيقة بترول إلا العالم الغربي أوروبا وأمريكا واليابان اليابان حتى اليابان ما كانت تستهلك نما استهلك بشكل هدريج الآن أكبر دولة مستولد البترول الصين ثاني أكبر دولة مستهلك البترول الصين الهند النمو الطلب فيها بشكل كبير كوريا لما دخلنا فيها كان ما عندهم إلا كمية صغيرة الآن ممتاج واستهلاكهم والتوزيع عندهم كبير فيه تطورات من هذه الناحية وهذه ساهمت فيها لأن وجود الحكومة وتبحث هذا الحكومة هذه الدول طبعا هذه شركات هذه الدول تبحث للتعاون مع المملكة المملكة اكتسبت ميزة على مر السنين اللي هو اعتبارها مصدر موتوق ويعتمد عليه للبترول وهذا تركز عليه تركز عليه وزارة الطاقة والحكومة بشكلها يعني الثقة والتعامل مع الشوسمة مع الشركة مهم جدا استمرارية في العلاقة المملكة تقريبا حوالي 32-33 دولة تستورد البترول السعودي وحوالي 80 شركة تستورد البترول السعودي هذا بدنا يقول عندك علاقة قوية مع هذه الشركات مع استمرارية في 86 أصبح إشام ناظر هو وزيرا للبترول كيف اختلفت شخصيتها عن أحمد سكية معني شوف في عدة جوانب اختلافات الجانب الأول إشام ناظر كان وزير التخطيط وكون وزير التخطيط يركز على الجانب المحلي على الاقتصاد الوطني ولذلك أهتم ب إعادة تهيكلة البترول سركات البترول البترومين ورامكو من أجل خدمة الاقتصاد المحلي سيد ثاني الملك فهد الله يرحمه كان بعد مهتم بشكل كبير بأن يكون فيه لجان معينة وفيه للإشراف على البترول وسياسة البترول وكان يعني قرارات الأوبك لا يتم الموافق عليها إلا بعد ما يوافق عليها الملك فهد الله رحمه وكان يام هشاب ناظر طبعا علاقة هشاب ناظر مع الملك فهد كانت قريبة جدا لما قلت لك أنا أول أول مرة قابل الملك فهد الله أرحمه كان هشاب ناظر توفى أخوه عبد الفتاح وذهب الملك فهد في حالات قليلة إلى زيارة منزل هشاب ناظر للتعزيح بوفاة هو وكنت حاضر هناك وضرب مني هشاب ناظر نجم جيد يعني وجلس الملك فهد يمكن أكثر من ساعتين وهو يتكلم عن قضايا أنا أتمنى أني سجلت أنا سجلت بعض منها ولكن ما هي يعني يعني موه بشكل كامل ماذا كان يتكلم عنه يعني مثلا عن حرب الخليج عن حرب الخليج وكيف علاقة مع صدام وكيف حاول أن يحل المشكلة وهو فعلا حاول بكل الطرق من أن نجنب الحرب ولما بدأت الحرب يحاول يتصب صدام حسين وصدام حسين ما يغد البداية بعدين أرسل عزة إبراهيم الجدة وتكلم عن البترول وأهمية للمملكة وتكلم عن وضع ثالث وهو مهم جدا اللي هو ترابط المملكة من ناحية وهمية من ناحية الاجتماعية مو بس طرق وما طرق لا ترابط مع الناس اجتماعيا من جميع مناطق المملكة ومواضيع ثانية يعني ما طويل أنت تقول هنا أنه كانت في عهد يشام ناظر أنه كل علاقتها بأوبك نتكون عن طريق الملك هل كان عكس ذلك؟ لا مهم هو علاقته مع الأوبك يذهب إلى مؤتمرات الأوبك أول شي فيه طريقة عمل معينة أو شي تتم دراسة وضع السوق المترولية الدولية ووضع المملكة في هذه السوق في فريق في الوزارة كان قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان و ماذا كان منصبانا ذلك؟ مستشار مستشار وفاروق الحسيني ومجموعة من الأخوان تورماج المنيف عبدالله بأسودان سلمان الحربش وسامة رابنسي في فريق متكامل يدرس وضع السوق البترولية وبعد ذلك يرفع التقرير للوزير الوزير يرفع الملك والديوان وتفسر الموافقة عليها من عدم ذلك ولكن عندما نكون في اجتماع الأوبك ويتم اتخاذ قرار قد يختلف نوع ما عن عن شو اسمه عن المتفق عليه ما يتم الموافقة الملك الملك يعني هو تدخل في سنة 1973 ثلاثة وتسعين بعد ما زاد الانتاج من الكوين والعراق من خلال برنامج الأمم المتحدة وزاد الانتاج الدولة الثانية ووضع السوق انهز شوية والأسعار بدأت من خفق لابد من تحديد الحصص وبعد نقاشات مطولة جدا مع كافة الدول في الأوبك ما كان هناك أوبك بلاص قررت ان الحص المناسبة للمملكة تكون 7.9 مليون برميل يوميا ووافق عليها شامناظر واتصل بالملك يخبره قال الملك ولا برميل أقل من الثمانية وكان عين الصوت واستمرين على هذا إليه ما جاءنا الهز وهذا كان نفس النظام اللي يحصل لحتى أيام أحمد زكيماني علاقة أوبك بالوزارة أنه كل شي يجب بموافقة الملك والله أنا ما عشت لفترة هذه ما أقدرها طيب في اقتباس كنت تقول في تاريخ السعودية قلة من صانع القرار أنا ودي أتكلم عن شخصية هشامناظر فتقول أنه قلة من صانع القرار كانوا يأخذون مخاطرات مخاطرات كبيرة عبدالله طريقي غازي قسيبي وهشامناظر بدي أعرف وش القرارات الجريئة اللي اتخذها هشامناظر خليك تقول هذا الكلام وتحطه مع عبدالله وغازي هتذكر هشامناظر كان يقول لي ويقول المصؤولي في الوزارة خليط جيبوا أفكار لي لا تقول أن هذه أفكار غير وقعية أو مجنون وخلينا ندرسها أنا مستعد أني أتخذ القرار المناسب إعادة التنظيم بترومين وأرامكو قرار مهم سهل يعني إحنا أغلب المسؤولين في كل شيء حتى في بيتك أو في مدرسة يعني حاول بعض الناس أغلب الناس يحاولون يخلون الشيء كما هو عليه يعني لا إذا مدام العمل ماشي خلي على خيار لا تدخل في أشياء قطع تنظيم بترومين طبعا حصر في أخطاء وحصر في حسنات ولكن في النهاية بالرغم أن التنظيم ممتاز ولكن اختيار بعض الأشخاص ما كان جيد ولكن قرار جريء قرار جريء أن تفصل بترومين عدة شركات شركة التعديم والذهب وشركة المصافي والشركة وهك نفس الشيء بالنسبة لي الرنق وفيها مخاطرة لا شك أنه فيها مخاطرة يعني أن يختار من الشيء في عهده كان فيه حصل غزو العراق للكويت كيف تعامل مع الموقف كيف كان أثر هذا الغزو على السوق النفطية على السعودية من الناحية النفطية لا هو العقيقة هاللي الذي أخذ المسؤولية الكبيرة فيه مسألة التعامل مع الغاز هو الملك فهد الملك فهد هو ولد كان مهتم في الموضوع لما بدأ صدام يهدد كويت على أساس أن كويتين ما سماها الحرب الاقتصادية من دول الجنوب ضد العراق الذي يقصد الكويت والأمراء في الدرجة الصدام طلب مؤتمر مؤتمر لقمة الدول الخليجية قال للملك فهد دعنا نجعل وزراءنا يحلوا المشكلة وإذا فشلوا أجتمع لك القمة بدأنا الإعداد للشيء هذا رسائل من الملك للشيخ زايد أنا رحت ما هشار ناظر نذكر استقبلنا في مزرعته خارج أبوظبي لما جلسنا في الديوان ديوانه سلم هشار ناظر الخطاب وكان المقصود أنكم الأمراتيين تلتزمون بالإنتاج في حدود مليون وخمسمائة برميل يومية وهم كانوا ينتجون مليون وتسعمية قال الشيخ زايد أنا لن أفتح الخطاب اللي يبغاها الملك فهد مستعده نفذ بدون اللي يتبه كان المفروض طبعا كانت فيه نقاش متى يذهب الوزير بخطاباته من الملك ويناقش العراقي صدام حسين و الكويت حكومة الكويتية مع الأسف صارت الزيارة هذه لما وافق الجانب العراقي كنت أنا في الرياض شام ناظر في جدة ولا حصلت طائرة أنتقل من الرياض للجدة حتى أنضم للوفد والخطأ مني في الحقيقة الوازي مني خدت السيارة ورحت في جدة بس يعني ما ما تحك ما صرت توقعاتي صائبة ذهب هناك حسن ما ذكر هشام ناظر كان محاورات صدام صعب إذا ما التزمت الكويت أنا أبغى أسوي وأسوي وأسوي الكويتيين أعلنوا التزامهم و تغير الوزير قال يا خليفة أو المين قال لخليفة غيره راح الوزارة المالية البغلي صار هو الوزير وعقد اجتماع في جون في جدة بإشراف الملك فهذا متابع الاجتماع وكان الاجتماع جميل جدا ورايع من جميع النواحي أسحار بدأت ارتفع كان الاتفاق على الحصص بشكل تام مع الالتزام فيها ومع وجود آلية كيف ترفع الانتاج وتوزع الزيادة في الانتاج وهكذا قلنا هذا قرار ناودي للجزء للأوبك في اجتماعها في نهاية الجراء ذهبنا الأوبك ووقعت عليه يعني الوزير الكويتي ليس الكويتي العراقي جاء من مطالبة غريبة كنا متفقين على أن السعر المستهدف 21 قال لا نبقى 25 أصر على 25 واتذكر أحد الوزراء قال هل هذا رقم سياسي قال نعم رقم سياسي مو مراقم واقعي مو معقول أنه ترفع كانت السعر 17 تفعل إلى 25 على طول لا بشكل تدريجي 21 ومعلى ذلك تروح إلى 25 ما كان أحد متوقع أن صدام سيقز الكات أقول لك أبدا أبدا كانوا لتقدون ذلك غروب محتمل أنه يأخذ جزء من الكويت حق البترول أو جزيرة بوبيان حق لرميلة أو جزيرة بوبيان هكذا بس وهذا ذكر بعدما انتهى المؤتمر الأمير عبد العزيز راح في إجازته وكنت أبأخذ إجازتي ومرت عليه شاب ناظر وقالت معاه الوزير أنا أبأخذ إجازتي قال إن شاء الله أنا رايح في إجازتي وإن شاء الله ما يصير شي ما يصير تطورات يعني هذا قبل الغزو ثلاثة أيام بعدين رحت أنا لندن ليلة الغزو كنت في عشاء مع بعض الصحافيين السعودي عثمان العمير وعبد الرحمن الراشد وأعتقد محمد التونسي ومعنا صحافيين من صحيف الفاناش التابس وتكلمنا عن الموضوع ما في أحد كان يتوقع أن صدام سيذهب ويحتل الكويت يغزوا أجزاء من الكويت ولكن احتلال الكويت بشكل تام ما كان حادي يتوقع وأذكر ذهبت إلى الفندق وما أدري كيف الصحابيين اعتقدوا أين أسكن اتصالات قد دقيقة اتصالات اتصالات تطرين ساعة ثنتين الفجر الشديد صار قوات صدام وصلت وصل الكويت متجه لحدود السعودي طبعا على طول أنا اتصال بالأمير عبد العزيز ويشام الناظر وقلت لهم اشتوقها كان الاقتراح أني أبقى في لندن وأشتغل من مكتبنا في لندن على أساس أني التواصل مع الإعلام والتواصل مع جهاتنا دانية والضغط على الأوبك من أجل عقل مؤتمر وزيادة الانتاج من قبل المملكة جل السنة حوالي شهر كنت على تواصل ذكريا ما عندنا فاكس ولا بالتلفون لا فيه لا انترنت ولا ولا متساب وكنت على تواصل مع الوزير وسموه الأمير شكل يومي مع وسائل الإعلام ومع داب وجهة النظر السعودي في الأخير ضغطنا على الجانب المعارض لعقد المؤتمر وزيادة الانتاج بشكل كبير إعلاميا وعالميا إلىين في النهاية استطعنا أننا نقنعهم وعقد المؤتمر وزاد المملكة انتاجها من تقريبا 5.4 إلى 8.5% بالرغم الناس كانوا متشككين المملكة إذا تصل لهذا دهال الرقم طيب مين كان المعارض لهذه السعادة كانت المعارضة جايف في الدرجة الأولى من جزائر وكانت الجزائر ترأس الأوبك حسب رئاسة الأوبك غير الأمين العام ومن إيران الدرجة الثانية وبشكل قوي وأعتقد أنا متأكد أنها بعد من ليبيا أنا متأكد بس الدولتين هذه عارضة قوية من قبلها وطبعا العراق وشي يبقى هم هدفهم شوف هالدولتين وغيرهم ما يستطيعون زيادة الانتاج ولذلك هدفهم ترتبع الأسعار يعني من سيحصل على حصة الأسد هو المملكة ما يبقى بشيء هذا ليس بالضروري أنه كره المملكة بقصد ما هو بمصلحاتهم إن شاء الله تطلع الأسعار لخمسين إلى هذا إحنا فايدنا زيادة المنتاج اهتم استقرار السوق في هذا الوقت الصعب كان جدا جدا مهم وعلاقتنا مع الدول المستهلكة مهمة جدا في نفس الوقت زي ما قلت لك قال بادي ننشي علاقات متميزة مع الدول مع غترولية مع الدول الأسيوية وغيرها ولذلك عرضوها في البداية وحاولوا يعني يفسدون القرار ولكن هم لم ينجحوا طيب هل كان في موقف تتذكره مع الإعلام في تلك الفترة يبعا أنك كنت ماسك ملف الإعلام لا في مواقف طبعا في مواقف كثيرة يعني لذا المواقف عدم تصديق لما نقول حنا بنتفع إنتاجا إلى ثمانية ونص أتذكر ما فيه اللواحة الصحفي من صديق ولذلك أنا دائما أقول العلاقات القريبة مع الصحفيين ألاقل إذا ما نفعك ما يضرك لأنه اخجل من أنه يكتب شيء هو الوحيد الذي صدق ونقوله نشر كلام هذا كان هو المسؤول عن ملف الطاقة في وكالة بارويتر بس من الواقف الثانية في ذلك الوقت وكالة طاقة الولي والأوبك لا يتخلم مما بها يعني كأنه محرم فعلا مهم كأنه محرم وعندي قصص في الشيء هذا قبل هذا الوزير زنقر الوزير الإيراني قال قبل ما نزيد إنتاجنا لماذا الدول الصناعية الأعضاء في وقالة الطاقة الدولية تزيد أو تنتج كمية البترول من أو أحقيها مو بنتاج تضخف السوق كمية كبيرة من مخزون الاستراتيجي هو كان يريد يقطع الخط علينا على هدافنا والدول المتعاونة معنا الأمير عبدالعزيز كان بمناسبة هذا كان عن طريق وسائل الإعلام ما جاء أمنا أو إلا راح الوكالة في الطاقة الدولية لا قالها عن طريق وسائل الإعلام الأمير عبدالعزيز بطريقة وعلاقاته أقنع الوكالة بأنهم يصرح إعلاميا أنهم لن يضخوا من الخزون الاستراتيجي حتى ما يكون في طاقة إنتاجية حتى أوبك تزيد إنتاجها وكانت يعني كانها لعبة إعلامية في الدرجة الأولى ما بين عدة الجهات كيف كان يعني واضح أن العلاقة بين أعضاء أوبك مشحونة يعني فيه ناس يجون يرفضون فيه ناس يبغون يعني ورغم أنه أهدافهم واحدة ورغم أنه منظمة أوبك يجب يعني ما يقدرون يتخذون قرار بموافقة الإجماع صحيح صحيح فكيف كان التعاون مع هذه الحدة في والله هذه كانت صعبة جدا أما أقول صعبة جدا 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 لأن كانوا مقسمين دول أوبك إلى دول متشددة والدول المرينة دول متشددة زي ما قلت لك إيران الجزائر أو ليبيا أحيانا وأحيانا فنزولة من فترة لفترة والدول التي تبغى يعني استقرار السوق وتوازن السوق وتوفر لهم دادات المملكة طبعا العراق ما دول متشددة في البداية المملكة دول خليج فنزولة أحيانا نيجيري أحيانا ثاني هناك وهناك صراع في العقيقة من أجل اتخاذ القرار كانوا يعني يجتمعون بس قبل الاجتماع الرسمي في مشاورات يسمونها مشاورات جانبية هذه تأخذ لها أربع أيام خمس أيام لما يقنعون بعضهم بعض ما مدى تدخل أساسة ورؤوسها الدول أحيانا يدخلون فؤساء الدول يضرون يدخل الذي كان من جانبنا يدخل بشكل كبير الأمير سعود الله يرحمه كان وزيفا يعني في علاقاته مع الدول الثانية يدخل فيها بشكل كبير بالمناسبة تغيرت الآن الصورة بعد ما أصبح الأمير عبد العزيز وزير للطاقة في المملكة أصبح بإعتراف الجميع أنه هو القاعد ما فيها اختلافات ما عد فيها اختلافات زي الأول طبعا إضافة إلى شخصية الأمير عبد العزيز إضافة إلى أن المرعب العزيز ترى المعلومة عنده أثمان من الذهب يعني يعرف كل شيء يعني يعرف كل شيء سوى معلومة إحصائية أو معلومة تصريحات هذه واللي ترى يملك المعلومة يملك اتخاذ القراءة ويملك إقناع الآخر طبعا أنا ودي أرجع إلى في هذه الفترة يعني يعني طبعا هذا يحصل كثير أنه دول تستتفق وما تنفذ الاتفاق فحتى أنت هنا تقول أنه ساعدت وزير النفط الكويتي في تلك الفترة قبل الغزو ليش أنت وافقت وما خفضت الانتاج فليش كيف كان التعامل ما بين أن الدول تتفق وفي الأخير لا تنفذ الاتفاق اللي حصل فأعتقد الوزير الكويتي وله بالوحدة يعني أنت كوزير هل هدفك الحصول على حصة أكبر في السوق من خلال زيادة الانتاج أم على دخل أكبر من علي العذبي الصباح كان يركز على حصة أكبر أكثر من شعر أكبر كانت الوقت الكويت من ناحية المادية جدا وضع جدا استثمارات ممتدر عليهم وكذا وكان هذا فكرة ولو بالحالة في فترة من فترات رئيس شركة البترول الفنزولة جوستي لويس جوستي في ستة تسعين سبعة وستين قرر أن الفنزولة تزيد انتاجها من ثلاثة إلى ستة مدين بشكل تدريجي طبعا بشكل تدريجي ما يقدر يزيدها دفع لا ولكن كان هدفه وقالها علىنا أنه أنا ما همني السعر في الوقت الحاضر أنا ما همني الأوبك والتعاون معه أنا همني في الدرجة الأولى أزيد حصتي في السوق العالمي في الحقيقة الأشخاص أو الوزراء أو الدول التي ركزت على هذا الجانب أنضرت بشكل كبير وكيف كانت تتعامل أوبك مع هذه اللا التزامات من قبل الحكومات عن طريق الإقناع وأنه في صالح الجميع يعني عن طريق الإقناع وفي صالح الجميع ما هو في الجسم وفي صالح دولته واحدة في يعني في وزير النفط الكويتي كان يقول له كان الأمر بيدي لأخرجت من أوبك ليش يعتقد أن وضع الكويت مادية منتاز دخلها من استثماراتها منتاز ليش أنا ألتزم بالأوبك ليش أنا ألتزم بالأوبك وهي شو سوى تحدد حصتي بالحقيقة ما كانت الكويت منتازمة من فترة من فترة لا هي والأمراض الكريمة الدول منهم بس الكويت وغيرها من من ملايشة منتازمة بحصة معينة بسبب الاعتقاد أن الحصة في السوق أهم من الدخل كنت تقول أنه كان التلاعب هو الشكل السائد السائد بين 95 و 98 ما فيه التزام ولا فيه اهتمام بالأوبك كما يجب وكانت في نفس الوقت زيادة الطلب من البترول في آسيا وبالذات الصين ساعدت دول أوبك التغاضي عن هذه المشكلة زين لأن الأسعار مستقرة بالرغم من عدم الالتزام اللي حصل في 97 اللي حصل في 97 بيقول رغم من عدم الالتزام الأزمة المالية الآسيوية الأزمة المالية الآسيوية أدت إلى ضعف الاقتصاد الآسيو و لا تنس دائما أن الاقتصاد هو قوة من عدمه هو عصب الطلب على البترول لما يضعف الاقتصاد يضعف الطلب على البترول هذا أدى إلى هزف الطلب على البترول وهزف في أسعار جميع السلاء مما فيها البترول وما كانت الأوبك مدرك حجم هذه المشكلة إضافة إلى ذلك أن الأمم المتحدة قررت زيادة إنتاج العراق بما يسمى برنامج البترول للصحة والمعاونات كل هذه تجمعت مع بعض أنهارت السوق أنهارت بشكل كبير طبعا كانت إخاذ قرار قرار جاكورتا في 97 كان قرار لم يدرس هذا المواضيع كلها لأن اعتقادا كان الاعتقاد ونحن ننتج يصير حصصنا زي ما انتاجنا الفعلي بدون أخذ الاعتبار على الأزمة الياسوية موضوع العراق حتى الدول اللي لو وافقت على حصة أكبر فأنا هتا تستمر في زيادة زي في الزور إلى ما أنهارت الأسعار في 8 يهو 98 انهيار كبير ضر ضر الاقتصادية ضر الاقتصاد السعودية بشكل واضح كم كان سير بتروه كم نزل شان نفهم والله ما أتذكر بالضبط بس نجاح يمكن من تقريبا حوالي 20 21-22 إلى 12 يعني مهزة كبيرة يعني مهزة كبيرة في دخل الدولة وهذا وهذا اللي حصل أثر في انتباط دوع الأعضاء منظمة أبك بعدها والله أخذ أخذ الأبك سنة ونص أو أكثر سنة ونص حتى تحد هذه المشكلة مع حصول تغيرات كثيرة في جانب المملكة بدأ الأمير سعودي العبدور أكبر وأكبر في قضايا البترول فانزويلة صار فيه انتخابات وبسبب وضع المالي لانخفاض الدخل من البترول أدى هذا إلى سقوط الحكومة وجاء حكومة جديدة اللي شفز مؤيدة للأبك والتزام الأبك هذه كل التغيرات اللي صارت طبعا أنحلت الأزمة الآسيوية وبدأ الطلب يرتفع في الصين وفي الدول الآسيوية الأخرى كل هذه ساهمت مع بعض في إعادة الاستقار بس أخذ دول الأبك تخفيضات وصلت إلى أكثر من أربعة ملايين برميل خفضت في 98 وتسعين وتسعة وتسعين أكثر من أربعة مليون برميل حتى بدأت الأسعار ترتفع في أواخر تسعة في منتصر تسعة أنت عرشت على مؤتمر جاكرتا كان علي النعيم يقول أنه هذا المؤتمر كان نقطة تحول في تاريخ أبك ليس؟ ما الذي حصل فيه؟ هزة كبيرة في الأسعار وفي العلاقات طبعا أريد أشير كذلك بعد هزة وانخفاض الأسعار في شكل كبير بدأت تتعاون معنا دول من خارج الأوبك أولها المكسيك وثانيا النرويج وروسيا وعدت ولكن لم تفي بوعدها صار فيه تعاون أكبر وأكبر من قبل الدول التالية أصبح وزير البترول علي النعيمي 1995 كيف اختلف علي النعيمي عن هشام ناظر في دارته لملف الطاقة والبترول في السعودية والله هشام علي النعيمي ولد أرامكو عاش حياته كله في أرامكو وحياته في أرامكو وعمله في أرامكو وأرامكو تختلف عن الحكومة عن الحكومة في البداية كان يعني أرامكو بالبداية بالكامل وفي النهاية لا صار أغثر مرونة في العمل وفي القضايا الثانية الشيء الذي يجب أن نخطف ذهن دائما أن القرار في النهاية قرار الحكومة المسؤولين في الأقبار كان فيه لجنة وزارية من سموه الأمير سلطان بن أب الازيس الله أرحمه والأمير نايف والأمير سعود الفيصل وغيرهم من الوزراء يراجعون جميع السياسة وبالذات الجانب البترولي لا تنسى أن البترولي الجانب البترولي مهم جدا والملك فهد كان يهتم فيه والملك عبدالله كان يهتم علي النعيم في شغلة داخل الوزارة أختلف نوعا ما بالرغم أنه أستمر في نفس الفريق مع نفس بدرجة أكثر ولكن الصار يشاور أو يستشير الخبراء داخل أرامكم إن شاء الغرب وكرة الطاقة في محاولة لمجابهة أوبك في أمريكا حاولوا مرارا تمرير قانون أوبك في محاربة برضو لأوبك كيف ينظر الغرب لأوبك يعني رغم أن أوبك تحاول فيما تقول أنها تحاول ضبط الأسواق لا شوف النظرة الغربية لأوبك سلبية سلبية جدا إعلاميا الصورة وكل دولة غربية لها اختلاف في السياسات أمريكا أنا ذكرت في الكتاب أن أمريكا بالنسبة لأمريكا والبترول زي ما كان هارون الرشيد يقول لما رأى السحابة قال أنطري حيث ما شئتي فإن خراجك سيأتيني أمريكا أكبر دولة منتجها البترول دولة مصدرة للبترول شركاتها بترولية في جميع الحال شركات الخدمات البترولية في جميع الحال لما الدول أغلب الدول تبيع بترولها تبيع بالدولار لما يصير عندها احتياطي تروح تشري من خزينة الأمريكية المريكا مستفيدة منها وأشرت لها بشكل دقيق الحكومة الأمريكية تتضايق تتضايق وقت الانتخابات لأن سعر البنزيم للمستهلك الأمريكي مهم جدا زي سعر الهامبرغر وزي الأشياء التي يحتاج لها بشكل يومي وهذا يضر أو يؤثر على الانتخابات ولذلك تجد الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي دائما يحاول تخفيف التأثير على ذلك مع طريق الهجوم على دول المنتجة أو إقناعها أو كذا أو كذا زي لأنها تنخفض الأسعار حتى تنخفض الأسعار في مصلحة انتخابية في درجة أولى ولكنها بشكل عام لا لا تنضر بشكل كبير زي مثلا الدولة تستورد حتى الدولة مسترد زي الياقبان 98 ولكنها لا تنضر بشكل كبير نوبك عادة من بعض رجال الكونغرس مثلين وفي أمريكا في ولايات منتجة البترول والبترول يعتبر جزء كبير من الاقتصاد وفي ولايات العكس من ذلك تستورد كل البترول سواء من ولايات الثانية أو من خارج حسب موقعها الجغرافي تجد اللي يقدمون هذه الاقتراحات من ولايات دائما ضد الابيك ضد وتستورد البترول وليست منتجها البترول ولكن من الأشياء الطريفة والمهمة جدا مما انهار أسعار البترول في سنة 2020 انهيار تام انهيار تام إلى درجة أن البترول صار يباع بالسلب في كوشن كروهوم بدأت تدخل الحكومة الأمريكية كيف بدأت تدخل في البداية ترامب كان يقول هذا شيء جيد للمستهلك الأمريكي لما طهت الأسعار ولكن الولايات في 13 ولاية منتجة رئيسية للبترول والغاز ضغطوا عليه في نهار صناعتنا وتتأثر الولايات في الأخير هو اللي قاد الحاملة أن عادة تستر في النهاية شوف النهاية مصالح المصالح هي التي تحكم بالأشياء سواء مصالح شخصية زي ما قلت الانتخابات أو المصالح الوطن في لقاء لك في العربية كنت تقول لا يجب خلط النفط مع السياسة بس ما مدى الدقة لا يجب أن لا نخبر لكن في الحقيقة السياسة والنفط والإعلام في كثير من الحالات أنا الآن أشتغل على دراسة العلاقة ما بين البترول والاقتصاد والإعلام مو البترول والسياسة والإعلام تجد بينهم ترابط قوي في حالات أو عند الأزمات مو بشكل مستمر بشكل مستمر الأيام العادية يعجبا لا تدخل السياسة ولا تدخل السياسة ولا يعني للسوق الذي تقرر والذين يعملهم في السوق ولكن عند الأزمات لابد من دخول السياسة في اتخاذ مليئة القرار ذكرت أنه في كتابك برضه أنه في عام 2008 أثبت للعالم أن تدخل الحكومات هو المنقل فبدي يعرف كيف يصير لو لا تدخل الحكومات 2008 صارت حالة غريبة جدا في البداية على قبعة أسعار البترول تعدت المية 120 130 إلى ما وصلت إلى 147 حالة نادرة جدا عقدنا قبل ارتفاع 47 عقدنا اجتماع جدا الملك عبد الله مع وزير رئيس الوزراء البريطاني والنائب رئيس الوزراء الصيني وإضافة إلى وزراء من عدة دول من 50 دولة شاركوا في المؤتمر من أجل تهديئة الأوضاع تهديئة الأوضاع وعدم استمرار الارتفاع الأسار نحن زدنا انتاجنا الدول الثانية زادت انتاجها اتخذنا حملة ضد المعلومات التي تضر بالسوق البترولية مثل القول لا يوجد طاقة انتاجية فائضة لا يوجد لا يوجد وقفنا في هذا كله ولكن في المقابل في حملة ثانية بضلات من قبل بعض البنوك والمستثمرين والمضاربين تبغى الأسعار تستمر في الارتفاع وكانوا يتحدثون عن 200 دولار و250 دولار الارتفاع جاء شيء لم نكن يتوقع العالم اللي هو بداية انهيار البنوك الأمريكية وانهيار الاقتصاد العالم انخفضت الأسعار إلى 25 دولار تصوق عقدنا اجتماعات الأوبك نخفض نخفض حاولنا ان الدول الأخرى من غير الأوبك زي روسيا تساعدنا ولكن خذرت بالعقيقة في 2008 ماذا اللي حصل قررنا اول شيء قرر تخفيض اول ثاني ثالث كأننا في وهران في وهران ودعية الدول المنتجة من الأوبك وخارج الأوبك قبل افتداح المؤتمر اجتمعنا مع الجانب الروسي مع الجانب الروسي على أساس انهم يساهمون في تخفيض الانتاج مع الدول ووعدوا انهم يخفضون اسم اذكر ثلاثمائة ألف برميل يومي قالهم علي النعيم لو سمحت بكرة اعلنوا قبل الاجتماع او لا بعد الاجتماع طبعا جابوا بكرة ما اعلنوا وقررون ما يخفضون ما يخفض واصبح لدى اهل النعيم قناعة تامة اثرت على المستقبل العلاقة مع روسيا في ناحية استقار السوق ان الروس لن يتعاون بتخفيض انتاج او تحديد الكميات الانتاج وهذا استمر الى 2016 طبعا خفضنا وخفضنا وخفضنا ثلاث مرات الى 4 مليون برميل الى ما بدأت في نهاية السنة ووال 2009 ترتبع الاسعاء وحسن برضو مرة ثانية زيادة الطلب واستمرار زيادة الطلب من دول الاسعوية وبدأت الصين ساهم وساعد في ذلك وش تخلى العلاقة تتغير بين 2016 و أوبيك بلس طبعا هو بدأت الخفاض الاسعار في 2014 بشكل تدريجي الين ما انخفض بشكل كبير في 2016 في البداية روسيا رفضت التعاون كانت فيه مجهودات كبيرة من قبل الجزائر ودول الثانية ولكن لم تفلح بعدين صار فيه فكرة ترحت فكرة ان روسيا والدول الثانية مضروري تخفض بس تجمد الانتاج يعني ما أحد يزي وتقرر أن يُعقد اجتماع يتم فيه تجميد الانتاج من جميع الدول طبعا في ذلك الوقت واجهتنا المعضل الإيرانية الإيرانية كان عليهم الضغط من استيراد البترول وكذا وتصديقه رفضت التعاون بالكامل في دول الثانية أعتقد نيجيريا أو ليبيا رفضت التعاون وهذا عقد المشكلة ولكن روسيا حست في أول مرة أنها لابد نتعاونها من أجل استقرار السوق كان في روسيا مدرستين مدرسة يقودها ونائب الرئيس تقول يجب أن لا نخاف يجب أن لا نتعاون لأن أبك ستدير السوق لوحلها من دون ما نضحي بأي شيء وفي مدرسة الثانية بدأ التنمو بقيادة الوزير الحالي نائب الرئيس أليكسندر نوفاك تقول يجب أن نتعاون معه وفيه كانوا اختلافات بين المدرستين بعدين صار نوفاك أكثر قربا يبدون من عملية اتخاذ القرار لش صارت أوبك ما صارت أن تنضم روسيا إلى أوبك وتصبيعه في أوبك فالتعاون أو علاق المحادثات ما بين أوبك دول أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج أوبك قتلك مكسيك وغيرها بعدين من أوائل الثمانينات أول اتصال ما بين المملكة والأوبك من ناحية وروسيا في كال 1983 ورفضت روسيا عدد ذاكرة أيام التحال السوفيتي رفضوا حتى يجيبوا على الرسالة التي أرسلت له يتعاون نفس الشيء رتب لمير بندر مع السفير الروسي أو السوفيتي في موسكو وإنه شام ناضي يذهبوا يزورهم في سنة 1987 وراح وزار روسيا بدأت تنعقد ما يسمى أوبك بلس ما كانت بلس كانت دول والدول المستقلة الدول المنتجة المنتجة المستقلة وكانت تحدث روسيا حتى الصين كانت دولة مصدرة البترو وكانت تحضره لولاية البرتا في شيسمو في كندا ولاية ألأسكة تحضره وكان يحضره تاكسترين رودشان قلوا يحضرون وكانوا وكانوا حضروا عدة اجتماعه ولكن ما أدى إلى نتائج الموسى ما أدى إلى نتائج الموسى واستمرت هذه اجتماعات هذه إلى ما قاعدت الأسعار بشكل كبير وفي 2016 اضطروا للتعاون بعد ذلك 17 وانشئة أوبك بلس بعد ذلك ما مدى دقة أن السعودية هي قائد والمؤثر الأساسي في أوبك أوبك بلس شوف هي المؤثر الأساسي لا شك في ذلك بسم ما قلت لك أولا طبعا وثق لها وثق لها ومصداقيتها وكمية إنتاجها وتؤثر على السوق من هنا ومن هنا وعندها استداد للتضحية في بعض الأحيان عن طريق خفض تطوعي طبعا حصل في 2020 أن روسيا بدأت تزحب من التعاون وعدم مشاركة بالتخفيض بعدما أنهارت السوق بشكل كبير أضطراتنا تأتي وتتعاون بشكلها ومن ذلك الوقت وهي تتعاون مع مع الأوبك وبصفة أن المملكة وروسيا أكبر دورتين منتجتين ومصدرتين أصبحت القيادة لدرجة الأول الأمير عبد العزيز وبعد ذلك إكسندر نوفاك وطبعا المملكة زي ما ذكرت مصداقيتها وشخصية الأمير عبد العزيز والمعلومات وأشياء كثيرة تساعد أنها تقودها أما الدول الثانية فهي طبعا مستفيدة مستفيدة سواء الدول المنتجة الصغيرة مستفيدة من الالتزام مستفيدة من استقرار السوق وزيادة دخلها ولذلك صارت يعني قيادة غير معلونة تقول في كتابك أن المملكة هي أكثر تأثيرا في السوق العالمية رغم أنه روسيا وأمريكا تنتج أكثر من السعودين ليه يعني هل عاطفيا أو لا لا هذا مؤكد يعني هو شهيد مملكة أكبر دولة مصدرة أمريكا لازل الدولة مستوردة بالرغم أنها أكبر دولة منتج أكبر دولة هي تنتج الحين حوالي 12 مليون بالمليومية بينما هلنا حوالي أقل من 10 مليون دب دب بين 9 إلى 10 روسيا حوالي 10 مليون ولكن تصديرها أقل من المملكة السبب أن المملكة هي التي تصد أكبر دول المصدرة دولة متعاون معها كثير من الدول منتجة الأخرى وهي دول الخليج والعراق ودولة لها مستقرية هي أكثر دولة مؤثرة بدون أذنى شك وعندما تقول شيء دفع جاء بعد في قادة النفط رأس الوزارة خاد الفالح ومن ثم اليوم برأس أستاذ أمير تعزيز بن سلمان الأمير تعزيز بن سلمان من قديم هو قريب من المشهد يعني 30 سنة وأكثر لمشهد النفط كيف 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 إدارت للنفط والطاقة شوف حصل الأمير عبد العزيز عمل عدة أشياء أمن أهم الأشياء لواقعيته وتعامل مع الدول وكذا هذا مهم جدا ولكن داخل الوزارة إعادة تنظيم الوزارة الوزارة كانت منظمة بشكل خطوط عمل واضحة وقوية وكل نوع من الأمل يعني مثل قطاع الكهرباء قطاع البترول قطاع العلاقات الخارجية وهكذا نظمها ثاني شيء جاب قوادر شابة أروح الوزارة البترول ما أعرف لأتنظر بالرغم أن أحضر اجتماعاتهم يعني تغير البنات المتميزات المتعلمات وحقيقة أقولها بفخر عندما تراهم في وزارة طاقة أو في كاب سارك أو غيرها راح تفتخر بمقدرتهم أحسن مناء من الشباب لحد يزعر أيضا هذه من التغيرات الرئيسية طبعا علاقته مع الدول الثانية ووضوح رؤيته والحزم فيها وأقناعه مقدرة على الأقناع كل هذه تغيرت بشكل كبير في الوزارة وأثبتت قيادته طبعا هو أو يعني واجه مشارك كبيرة البداية المشكلة الأولى هو القضايا ما أقول إنها مشاكل قضايا كبيرة ومهمة واحدة طرح قرامكم في السوق وهذا مموع من طرح من عندما طرح على الأمير محمد في 2016 كان فيه نقاش كثير كيف تسويه وين تسويه وش السعر الآدل وأشياء كثيرة كان النقاش تطرح في نيويورك في سوق نيويورك أو لندن أو هونج كونج فيه محاذر من القانونيين على نيويورك أو لندن كثيرة أستقر الأمر على أن تكون في المملكة السوق السعودي كان فيه تخوف هل تستطيع السوق السعودي استيعاب طرحا كبير والأمير عبد العزيز حق يقال كان يشتغل 24 ساعة من أجل أن المملكة تستوع هذا اللي حصل بالضبط التحدي الثاني طبعا عندما أنهارت الأسعار في 2020 2020 أنهارت الأسعار بشكل كبير ومن حسن الحظ ضوودة أن المملكة كانت هي قائدة المجموعة العشرين وجمعت وزراء الطاقة في قياة الأمير عبد العزيز وزراء الطاقة في مجموعة العشرين ومشت في طريق صعب بعض الدول غربية لا تستمع مع الأوبير كيف عزلناها أو عزلها سمو الأمير بطريقة سهلة والتحدي الثالث الذي واجه المملكة قيادة السعودية هو الضربة على بكيك وخريص هذه أدت إلى خسارة بما أعتقد خمسة مليون سبعمائة ألف برميتر هذه كمية مئة بسيطة كيف تتعامل معها هذه مئة ضربة من الإنتاجك هذه ضربة المصداقية هذه ضربة لمدى إمكانية أنك تستمر في تزويد العالم الطاقة والبترول هنا جدت حسن الإدارة حسن الإدارة مضمن الأشياء التي أتذكرها تجنبنا لا بأي تصريحات التصريحات كانت مليانة والتشكيك كان موجود وهو التصريحات إليما يدرس الموضوع دراسة متكاملة تأخذ في الاعتبار استمرار المملكة التزويد العالم بالبترول ومصدقية المملكة وإضافة إلى ذلك إعادة الإنتاج أو العمل في هذه المناطق الحساسة والهامة جدا إلى العمل كل هذا يعني الأمير عبد العزيز مع قيادة أرامقو كلهم استعملوا فيها لما تم الشيء هذا بنجاح ولم تتأثر السوق البترولية بالرغم أنها كمية كبيرة زي ما ذكرت ولم يتأثر مصدقية المملكة بالعكس قوية مصدقية المملكة ولم تتأثر السوق المحلية من ناحية الشح أو الأسعار كنت تقول أن أذكر لك الأمير عزيز أنه لن يقبل أي منصب حتى لو كان أكثر مرموقية إذا كان سيبعد عن قطاع الطاقة يعني هو ارتبط في الحقيقة أرتبط أن أمير عزيز بطاقة الطاقة من لما كان طالب عندما كان طالب في جامعة البترول كانت ملك فهد وبعدما تخرج عمل في مركز مركز أبحاث البترول والطاقة الجامعة نفسها وبعد ذلك انتقل لوزارة الطاقة وزارة البترول هذا ذلك وعمل في أشياء كثيرة يعني في نجاحات صحيح أنه ما كان للوزير ولكن في نجاحات كثيرة تحسب لك يعني يعني وأخذ لما صر في الوزارة مستشار عليه شاب ناظر كان الوزارة نقصها كوادر الأمير عبدالعزيز ذهب للجامعات وبدأ يبحث عن قوادر جيدة أنا واحد من لي ضرب مني دكتور ماجر منيد دكتور عبدالبا سودان دكتور محمد الصبان ومجموعة من الدكاترة والأسادة ثم بعدين أحمل على إعادة تنظيم الإدارة الاقتصادية والعلاقات مع الأوبكس عام في هذا الشيء وأستمر يعني في أشياء كثيرة داخلية وخارجية بعد سنوات طويلة تتوقع باقي البترول موجود بتكلم عن أربعين سنة أربعين وخمسين مئة سنة لسه؟ لسه متأكد لإذن الله طبع إلا إذا شوف التقنية تقدر تقلب الموازين بس أشك في ذلك حتى التقنية تقلب الموازين ضد البترول وقد تقلب الموازين مع البترول تقول لي ليش البترول سيستمر فيها أقول المور الاقتصاد العالمي سيستمر إلا جاء نهيار اقتصادي عالمي كبير أعد سكان العالم يرتفع وأول واحد الناس يحتاجون عن البترول الحياة الرغدة يبغونها الناس سواء في نارة أو في ثلاجة أو اركب الطائرة أو تعدد وتوسع استخدامات البترول في العالم كان أنت ما توقع أن البترول الآن يدخل في أشياء كثيرة في حياتنا نعم يدخل في أشياء كثيرة تحويل البترول إلى مواد كيميائية بيترو كيميائية هذا مهم جدا كل هذه الأشياء ستساهم باستمرار البترول السؤال الآن الحملة ضد البترول من قبل بعض الجماعات بيئية بسبب الانبعاثات الحرارية طبعا لنساهم ترى المملكة تدعم هذا التوجه وهو تقليل الانبعاثات عن طريق زراعات الأشجار عن طريق الاعتماد على الطاقة البديلة الطاقة البديلة وكذا ولكن العالم يحتاج لهذه يحتاج البترول يحتاج للطاقة الشمسية يحتاج جميع المصادر يحتاج جميع المصادر والتحول إلى طاقة بديلة لن يكون سهل وحتى إذا حاصل سيكون تدريجي وخفيف جدا لن يقلب المعادلة المعادلة لن تنقلب في وجه النظر إلا إذا صار هزة اقتصادية عالمية كبيرة كبيرة جدا وهذا بيأثر على كل الأسواق وهذا بيأثر على كل شيء الغداء والدواء وكل شيء الله يكتب لي فيها الخير وشكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لعمر الشنقيطي في إعداد هذه الحلقة وخلف الكاميرات عبد الرحمن العبود وفي إدارة التصوير وحاب موسى وفي تسجيل الصوت عد عزيزي المزي وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن ومنتج البرنامج عيمان الحمادي في إدارة محتوى تواصل الاجتماعي نورة السبعي والتلوين عدم جد العطاس والتحرير حمد نور شمت في إدارة البرنامج أسيل بعبد الله هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع لنشر كل الإنتاج بحظ من مدينة الرياض الأسبوع المقبل حقاكم ماذا عندك سؤال؟ عندي سؤال لفنظر منتج حلقة عمر لكي تواصل معك نعم عندي سؤال على اشتغفير حرب وكراني على الصناع النقطي ها تبقى نقولها هل في تأثير؟ ما أثرت على الطلب ولا أثرت على العرب أثرت على أشتغفير على التسويق والتجارة وهذا يدل على أن السوق البترولية سوق متوازنة تعرف اللي حنان ندرسه في المتوسط قاعدة الأواني المستطرقة بالضبط انطبقها لها في الأغارة الإنجليزية في فنجو لما وقفت أوروبا شراء البترول الروسي ذهب البترول الروسي إلى آسيا إلى الهند طبعا التكلفة أعلى لازم يصير حوافز تسويقية نفس الشيء حصل بالنسبة للإيرانيين لما صارت عليهم الضغط على تصديرهم البترول لا بد من أن البائع في هذه الحالة يعطي حوافز للمشتري وبدأ البترول يذهب إلى آسيا بس بالذكر العام لا زال العرض قمية العرض قمية الطلب نفس الشيء بس الأسعار اختلفت فيه منطقة وربا ارتفعت أسعار فيها شوي وآسيا وبالذات الهند انخفضت وبالمناسبة صارت الهند تكرر البترول الروسي وتصدره لمنتجات لربا لأننا نعيش منها الشيء هذا